أحياناً بتأمن مواقف صناعة الصوفتوير بنكون متأكدين جداً من جودة الصوفتوير بتاعنا وبيكون عدى على مراحل الفنكشنال تيستنج المختلفة خلال فترة تطويره مع ذلك بنلاقي مشاكل بتظهر في اليوز كيسر الأساسية لما نبدأ نريليز البرودكت بتاعنا ويبقى متاح للاستعمال وتحطى عليه ترافيك كبير من المستخدمين الواقع بيقول أنه حتى مع زيادة الكوفريدج الخاص بالفنكشنال تيستنج إلا أنه مش هيضمن الكواليتي النهية للصوفتوير لأنه بيبقى فيه جانب تاني مرتبط بكفاءة السيستنج نفسه وظروف تشغيله هنا هيجي السؤال هل السيستنج هيقدر يتيح الخدمات المطلوبة منه لو اشتغل تحت ضغط استعمال عدد كبير من اليوزر دور البرفورمانس تيستنج أو اختبار كفاءة السوفتوير أنه يعالج مشاكل الكفاءة اللي بتظهر في صور مختلفة زي بقطة في سرعة استجابة السيستنج للمستخدمين أو المشاكل اللي بتظهر في السيستنج نفسه نتيجة ضغط الاستعمال أو الكونسامشن العالي للريسورسز الخاصة بالسيستنج بشكل غير متناسب مع عدد المستخدمين دور البرفورمانس تيستنج بيبقى في اختبار السيستنج عن طريق محاكاة عدد كبير من المستخدمين بيستعماله السيستنج فبنختبره في ظروف تشغيله الواقعية وبنحل الكفاءته تحت الظروف المختلفة من الاستعمال أهمية البرفورمانس تيستنج بتزيد لما بنكون مدركين أن ثقة ورد المستخدم عن السوفتوير مرتبطة بشكل كبير بكفاءة السوفتوير نفسه وقال دي هيقدر يستجيب لتفاعلات المستخدم في العادة لو الاستجابة أقل من ثانية هتكون غير ملاحظة للمستخدم في حين أنها لو زادت وصلت لثانية واحدة هتبقى ملحوظة من المستخدم ويبدأ يتشتت أما لو زادت لعشر ثواني أو أكتر هنا المستخدم بيتشتت ذهنه لدرجة ممكن توصله لأنه يعمل حاجة تانية أو يشوف بديل تاني خلال الفترة دي كمان مشاكل الكفاءة ممكن يكون لها عاقب كبيرة في حالة تطبيعات الحساسة زي المدفوعات والبنوك وغيرها هنا المستخدم مش هيقدر يتغاضى عن أي مشاكل هيلقيها خاصة لما يجي يدفع بشكل إلكتروني أو يعمل تحولات بنكية بالنسبة كاريري بيرفورمانس تيستنج بيبدأ بالبرفورمانس انجينير بيبقى دور متلخص في تصميم أنواع اللوتز المختلفة وتنفيذ اختبارات الكفاءة وتحليل المشاكل بعد كل اختبار بعد سنين خبرة بيبقى سينيور بيرفورمانس انجينير بيبقى عنده القدرة على أنه يعمل بلانيج لتنفيذ الاختبارات المختلفة وأنه يعمل ديب انفستيجيشنز وروت كوز اناليسيز ويقدر من خلالهم يحدد مشاكل الكفاءة المختلفة أو البوتل نيكس ويساعد المطورين في حل مشاكل الكفاءة الخاصة بالسيستن بعد سنين كمان بيتحول لبرفورمانس سبيشياليست هنا بيبقى متخصص في اختبارات الكفاءة وبيبقى عنده القدرة على أنه يحط استراتيجيات لاختبارات الكفاءة ويحدد الجايدلاينز والبست براكتسيز وتحديد التولز اللي ممكن استعمالها لتنفيذ اختبارات الكفاءة على مستوى أكتر من فريق أو حتى على مستوى الشركة نفسها اختبار الكفاءة بيبدأ من المراحل الأولية في تطوير السوفتوير عن طريق رسم الخطوط العريضة لكفاءة السيستن وتحديد المعايير اللي هنتمد عليها في تحديد كفاءة السيستن وكمان تصميم البيئة اللي هتماثل بيئة التشغيل الواقعية للسيستن بعد كده بنبدأ في تصميم الأحمال المختلفة وتحديد الكفاءة المتوقعة للأبليكيشن اللي هتم المقارنة بيها بعد تنفيذ كل اختبار ننجي لمرحلة الاختبار اللي بنبدأ فيها باستعمال أدوات اختبار الكفاءة المختلفة في توليد ترافيك كبير بيحاكي استعمال عدد كبير من اليوزرز في نفس الوقت بعد كده بنبدأ بتحليل النتائج ومشاركتها مع كل الستيكولدرز المختلفين البرفورمانس تيست مش بس بيتوقف على سايكل واحدة لا بيتكرر مع كل ريليز لكل فيتشرز جديدة متوقعة ان هي تستقطب عدد من اليوزرز وكمان مع اي تغيير بيحصل في بيئة تشغيل الابليكيشن وكمان عشان خاطر التأكد من كفاءة الابليكيشن الأصلية مش هتتضرر مع اضافة اي نيو فيتشرز جديدة في اسباب كتيرة جدا ممكن تأثر على كفاءة التشغيل خاصة بالابليكيشن عشان كده لازم اللي هيشتغل في البرفورمانس تكون عنده دراية واسعة ومهارات مختلفة عشان يقدر ينفذ اختبارات الكفاءة ويحدد المشاكل المختلفة ويساعد الفريق في حل مشاكلها بسرعة البرمجة كمثال مهم عشان يقدر اكتب الاسكريبت الخاصة بالاختبار وهنلاقي مثلا من اشهر ادوات الاختبار زي جيميتر او الجاتلينك بيحتاجه معرفة بلغة سكالا لودرانر بيحتاج معرفة بلغة السي لوكست بيحتاج معرفة بلغة البايثون فكمان البرمجة هتساعد التستر انه يقدر يفهم طريقة عمل الابليكيشن وايه المشاكل الكفاءة المختلفة اللي ممكن تظهر بسبب كتابة كود رضيق قواعد البيانات مهمة جدا وعمل مهمة جدا في كفاءة الانظمة والتطبيقات فلازم البرمجة تستر تكون عنده دراية بكتابة الكويريز المختلفة عشان يقدر ينفذ اختبارات كفاءتها على الليفل بتاع الداتا بيزيز وكمان يقدر يحلل ويقيس الوقت اللي بتحتاجه الكويريز المختلفة ويقدر يحدد الكويريز المتبطئة في النظام ثالث مهارة انه لازم يعرف يتعامل مع انظمة التشغيل المختلفة زي المايكروسوفت ويندوز سيرفر او نسخ اللينكس زي أوبونتو او سانتوس او ريد هاد لان اهميتها بتخلي التستر عنده دراية ببيئة العمل اللي هيشتغل فيها النظام ويقدر من خلالها يرقى باستهلاك الريسورسز المختلفة ويحدد النقط اللي ممكن يحصل عندها بريك داون للسيستم الكلاود كومبيوتين كمان مهمة وبيتم استعمالها كعوامل مساعدة في محاكاة استعمال عدد كبير من اليوزرز من مناطق مختلفة وتوليد ترافيك شبه وقية على التطبيق ومن اشهر الكلاود بلاتفورمز اللي ممكن يتعامل معها الامازون AWS, مايكروسوفت ايجور, جوجل كلاود بلاتفورمز اما من ناحية الادوات ففي العادة بتكون عندنا ادوات مختلفة لتنفيذ البرفورمالس تاست من اشهرها الجاي ميتر واللود رونر والارب تي الخاص بشركة اي بي ام بيبقى مهم جدا الدراية بتفاصيلها المختلفة لانها بتساعد في تصميم الاخمال المختلفة وكمان تحليل النتائج بعد كل اختبار عندنا كمان ادوات لمراقبة الاستهلاك زي داينة تريس او بروميثيوس او نيوراليك بنستعملهم عشان نعرف نراقب الوركين انفيرومنت وبتوفر لنا مراقبة متواصلة للمشاكل اللي ممكن تظهر اثناء تنفيذ الاختبار في عندنا مصادر تقدر تشوفها لو انت حابب تتعرف على البرفورمالس تاستين كتب زي اما الصفحات الرئيسية الاشهرة ببرفورمانس تولز حيكون متوفرة عليها معلومات كتيرة بخصوص ادوات الاختبار المختلفة gatling.io حيكون متوفرة عليها كل المعلومات الخاصة باستخدام gatling tool كمان jmeter.abatch.org دي هيكون متوفرة عليها كل الدوكمنتيشنز الخاصة بالجيميتر عندنا كمان صفحة على موقع IBM IBM Rational Performance Tester يقدر من خلالها الشخص يتعرف على استعمال طول RPT الخاص بشركة IBM